أهلا بكم تصر إسرائيل على رسم حدود الحرب وعزل عملياتها في غزة عن باقي العالم الذي يمكن أن يتدخل لإيقافها فرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو اقترب من الحدود اللبنانية لإسماع المعنيين أن فتح جبهة حرب ثانية مع إسرائيل سيدفعها لتنفيذ ضربات مضادة بقوة لا يمكن تخيلها ما سيأتي بدمار وخراب على لبنان وأضاف أن هذه الحرب هي بمثابة التحرك أو موت بالنسبة لإسرائيل وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات هدد بقطع رأس الأفعى في حال دخل حزب الله الحرب بشكل حقيقي وأضاف في حديث لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن إسرائيل لن تقضي على حزب الله فحسب ولكننا سنستهدف إيران بالفعل انظروا إلى ما يحدث في غزة سوف تحصلون على نفس المعاملة إذا هاجمتمون سنمسحكم من وعلى وجه الأرض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حمل حزب الله مسؤولية جر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا بل سيخسر الكثير بحسب قوله وأضاف حزب الله يلعب لعبة خطيرة ويقوم بتصعيد الوضع كذلك تساءل عن استعداد دولة لبنان لتعريض ما تبقى من ازدهار وسيادة من أجل غزة ترجمة نانسي قنقر